صور 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 ص بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم أيها الأخوة المواطنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استوديو التاسع اليوم يبني من كربلا بهذه المشاهد اللي شفناها قبل شوية وهم خريجين خريجين أكاديميين متعلمين وحتى لو غير متعلمين يا قواتنا الأمنية الباسلة يا شرطتنا العراقية الوطنية يا جيشنا البطل دولة مؤعداءك ولا خصومك دولة أبنائك واخوتك فالتعامل وياهم ما يفترض أن يكون بالقوة القوة مطلوبة وهي الإرهابي القوة مطلوبة وهي الفاسد القوة مطلوبة وهي كل واحد يتعدى على العراق لكن ذو الأبناء شعبك التعامل يجب أن يكون معهم بصيغة ثانية افترض ابنك واخوك الصغير وافترضها أختك وأمك وبنتك فالتعامل هذا أنا ما أقبل كمواطن عراقي ما أقبل ومجرد أنه أقول رأيي وإنما أتوجه إلى إلى أخي رئيس مجلس الوزراء القائد العام قائد مسلحة السيد مصطفى الكاظم وقل له يا أستاذ مصطفى يا أبو هيأمر إنه حقوق الإنسان مو بس تتدرس وتضاف للمنهاج التربوي والأكاديمي إنما يجب أن نبدأ بمؤسساتنا يا أخي وزير الداخلية البطل يا أخي وزير الدفاع البطل ترى مو غلط نقولهم يا جماعة أنا مو شايل هراوة بيدي لازم اليوم أجربها لا وإنما يجب أن يكون التعامل ويها تعامل آخر أنه نحطها وراء ظهر ناسة ونشوفون حتى ببريطانيا من الصر مسيرات بريطانيا ما رضي حتى عن فرنسا لأن فرنسا ما أدري من نشوفها تقول معقولة ذو لا مثقفي من نشوف تظاهرات الصر بفرنسا لكن ببريطانيا من يمشون الشرطة البريطانية يحطي دي لي وراء يتشتف لي وراء ويمشي نسوان وزلب حتى يوصون رسالة أنه مما دولة متحضرة بس بأمريكا لا بأمريكا أكو تخلف يعني من يشوفوا بقوات الأمنية وإحنا للأسف يبدو بدينا ندرب شرطتنا الوطنية وندربها مع الصيغة الأمريكية المتخلفة وحتى ما عرفوا من ينبعج بناها لكن أنا هذا الشيء غير مقبول يا أخي رئيس مجلس الوزراء وأرجوك أن توجه أنه هذا التعامل اللي يسويه مرة ثانية حال مجلس تحقيقي بالمقابل أنا أردأ قول كربلاء الآن أكو مجلس نواب أنا بالوقت اللي أضامنوا إياكم وصوتي صوتكم يالتربويين ويالخريجين بمطالبتكم بالتعيين لكن إحنا خليوا يكونوا واقعيين إحنا خليوا نحط هن الأحروف ونحط فوقها هل النقاط ونقولها مثل محشاياتها النماء القبل هاي برتقالة وهاي تفاحة هيش نوزعها هيش نعم نتعامل إحنا جاي نريد لدولة صح الآن أكو مجلس نواب وكم ممثلين يفترض عن الشعب يا جماعة روحوا لهم وخلوهم صوتكم ولأني أرى بإنقاذ وطن هو الذي يجب أن يتولى هذه المسؤولية لتإصلح كل الصورة وبضمنه الكتلة الصدرية وأبطالها نساء ورجال فأنا أريد أن أقول لكم أربع نواب في كربلة ما أطلع صورتهم الزمي المخرج وخلق قرالهم الأسماء أربع نواب عدكم عدكم طارق الخيكاني وعدكم من وبعد ذكروني بين ما نشوف حسين الغانمي هذاك حسين الغانمي جاي شوف صورته شيماء السعيدي رائد الفتلاوي هذولا جاي شوف صورهم اللي ويا الأستاذ حميد الغزي الأمان العامة لمجل لمجلس الوزراء الأمان العامة لمجلس الوزراء تعالي رجع لي زمي المخرج دول عدكم روحوا له أنا أتمنى هسل يشوفني لا يقولوا والله روحوا لهم اليوم دقوا الباب قولهم يا جماعة هذا نريد نقول لكم نريد دوركم حملوهم المسؤولية يا أخي شون تشوف أنت نائب هذا استاهل أنتخبه ولا ما يستاهل من حمل المسؤولية شوف يقوم بواجبة لو ما يقوموا بواجبة فعملوهم المسؤولية وهم ترى يفترض أن يقوموا بها المسؤولية سيد مقتدى الصدر بنفسه قعدهم قدامه كل ليدهم وقال لهم أطلب منكم أن يكون الفقير أولوياتكم وحشوا إياهم قالوا مخافة لبعض يقول لكم أنا قاعد وفي قصر لا عمي قاعد ببيت أبوي وأنا أحترم 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 اللي يقعد ببيت أبوي ولا ببيته قبل ما يوصل للمسؤولية حتى يوصل رسالة إيجابية يقدر بعدين يضيف خلي يضيف الله يزيده ويبارك له إذا كان بالمال الحلال لكن وصلهم رسالة من قلهم أنا ببيت أبوي معنى قل لهم أنه أنتوا يفترض أيضا تكون بين ناسكم ما تروحون تحطون صيغة معينة كأنكم بمكان بعيد عن ناسكم وأنا أفترض بهم حسن النية رجع لهم بالله صورتهم دولة الأربعة أنا أريد منهم رجع لهم صورهم رجع صورهم أنه هو بي أخوي دولة الأربعة هذا أريد منهم أنا أريد منهم أن يكون لهم دور بهذا الموضوع أن ما يتركوا وأن يسجلون للكتلة الصدرية أنه بالفعل وإنقاذ وطن بأنه بالفعل هم صوت الناس وأمينين على هذا المسؤولي يرجع للزمن المخرج أما أبو هاشم قال لهم يا صور أو صوت ما تروح لبو هاشم شوفهم يا خاف البعض ناسي لا أذكر لي ثم أوصيكم ونفسي بالشعور بمعاناة الفقراء والشعب والمظلومين عموما بلا تفرقة بين طائفة وأخرى لعله إشكال يرد في أذهان بعضكم أو أذهان البعض الآخر أنه ليس نشعر بمعاناة الفقراء ومختدى عايش بقصور ويركب طيارات خاصة ما أكوهتش إشكال لو ما أكوهتش إشكال لا حبيبي لا يقنعوكم أنتوا أفهم من ذلك وأعقل من ذلك لا طيارات خاصة ولا قصور ولا هم يحزنون أنا كل حياتي أحاول أن أكون وسط أنا ما اسكنت بالخضراء حبيبي لا زال هذا بيت أبوي وأنا قاعد يمه والحمد لله الجيران والأخوة والأهل متحملين إضافة على أنه أنا دائما أروض نفسي حتى تثوون أنا أذكرها مولي أنه رياء لأنه إذا كانت للنصيحة الرياء يسقط أروض نفسي بالحر حتى أشعر شيحي شيحس الفقير بالظلمة حينما ينقطع عليه الكهرباء شيء خير بقلة الأكل بقلة الشرب وهكذا هذا ما أدبنا عليه فيجب أن تلتزموا بذلك مداما كن نغرب تم نقيمه وكهرباء ومكيفات وميوزة وكراسي أكو علاقة بينك وبين شعبك وبينك وبين ربك كوني تصير زاهد كوني تصير مع الفقراء أكو أنت كسياسي كوني تصير ملبسك وكذا وهيبتك بهباب وجواب بس مو 24 ساعة مرهيج مرهيج وهنا جاي يحشي على السياسيين جاي يحشي على السياسيين أنه مو إلا نضرب يومية تم نقيمه ولا جو التبريد لأنه لازم تحسن مواطنك يا أخي وفروا لهم كهرباء المواطنين وفروا لهم هو المواطن شي يريد والله أريد أحكيها بصراحة أنا صاد يصني أحكيها بس مرات يقولون بالإعادة إفادة هو المواطن شي يريد بكم يا بصراحة العراقي شي يريد خب واحد كل واحدة سيد فلسفي يريد فلسفي أخي يريد فلوس العراقي يريد فلوس يريد خرجي يريد من ينزل من بيته يرجع وراء نهاية الدوام بإيده العلاقة هذا العراقي هذا العراقي هذا العراقي أنا افتريت إيش كالدول وخاصة الدول العربية شفت المرات يحسبوها أسبوع بسبوع وشهر بشهر العراقي إذا ما يرجع لعياله الجهاله والعلاقة بيده النايلون العلاقة النايلون بيها الفاكهة وبيها المخضر وبيها الصمون وبيها جايبينهم شوية ما يرجع ياخي هذا اللي يريد العراقي يريد يدفع إيجار ببلد احنا عايشين بإيجار والله يرحمك يا شيخ زايد من مرس مع واحد مأجر بالإمارات قال والله العظيم ما تشتدركه مارات عايش بالإيجار يريد هذني يريد كرامة واحترام يريد يحسب قيمة العراق يريد يصير مسؤول ومدرشون وماذا لها السعي الفاشلات المتخلفات المقصرات اللي جبناهن من الهوش وسويناهن ماكنتوش اللي هن ذن شي سمونه فين شي شيستات ما شي سمونهم هاي القشمريات مال غسيل الأموال يا خواب عبادكم صعداء السيارات آخر مودي ذنموا المجتمع العراقي ذنموا البلات العراقيات ذنموا العراقيات ذن القشمريات مال غسيل الأموال مال فازدين شلع قلع لكن عم العراقيات بسيطات يا أبا من الهن شي يريد العراقي يريد ذني ولهذا من قلنا يا جماعة اتف يا جماعة روحه قالوا الشون مختتر الصدر يتحالف ويا خميس الخنجر واذا تحالف ويا خميس الخنجر أخوه سنه شيعي عراق اثنين هاتم عراقيين واذا تحالف وما يسعوا برزاني كردي اخي شتريد 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 انت المعترض خليهم حمم لهم مسؤولية حطة برأس عالم مطلع منها غالم من جي خميس الخنجر بعد 2018 وقعد ويا المالك ما حشيتوا سويتوا نبي الا شوية الان من اجي على خطوة طانية صحيح صحيح هو الرجل اجي من الخارج ثلاثين سنة ما شايف اقدر شوفيها من عم يتفاهم شافكم لقاكم قد المسؤولية اجت حالف ويا مقتدل صدر ويا مسعود برزاني ويا الحلبوس قلتوا ليش لا موليش هذا الذي يجب ان يكون وسيكون باذن الله تعالى وشوفه خميس خنجر يعني احنا في 2018 انا والاخ الحلبوس يدخلنا بتحالف البناء شو كنا وطنيين وكنا محترمين وكنا احنا احسن ناس وكنا احسن سياسيين اش معنى الان لان دخلنا ويا تحالف انقاذ وطن اللي مثلو هذه الشخصيتين الكبيرتين بما يملك السيد الصدر بانه مركز التشيع العربي بما يملك السيد الصدر بانه مركز التشيع العربي السيد الصدر وهو ايقونة وطنية وشعبية ودينية لا يستطيع احد ان يتجاوزها وبما يملك ومواقف الوطنية المشهودة وكذلك مواقف الاخ الرئيس مسعود البرزاني المشهودة في وقوفه مع أهنى ومع النازحين ومع العراق ومع استقرار العراق صرنا فجأة إرهابيين معطلين متدخلين نريد أن نشق الصف ليش ما الآخرين تهمونا بشق الصف الشيعي عندما دخلنا مع البناء أقول إن الشعب العراقي بلغ من الوعي اللي ما يستطيع تنطلع عليه هذه الإشاعات وهذه النظريات الفاشلة وأقول لهم بنصيحة أخ والدين النصيحة لا تسعوا إلى أثارة الفتن والفوضى في محافظاتنا هذه ترتد عليكم على البلد هذه ليس بمصلحتكم حاورونا سياسيا حاورونا كشركاء مو كمكملين نحن شركاء وياكم وخلونا نبدي البلد اليوم والسيد الصدر ونحن مؤمنين بها قال في أكثر من جلسة مو شرط التحالف للإنقاذ الوطني قود الحكومة مشرط الفكرة اللي عندنا أنه يجب أن تكون هناك معارضة وحكومة الطريقة التوافقية من 2003 إلى الآن شو أنتجت؟ أنتجت استر علي واستر عليك سرق لأموال الشعب فشل بالملف الصحي فشل بالعلاقات الدولية فشل بالملف الاقتصادي وفشل بالملف السياسي والاجتماعي هاي المخدرات جاعة تنتشر بالبلد وجاعة تنهش بالشباب العراق من المسؤول عنها؟ مقادة ميزيشف معروفين فالسيطرة على منافظ حدودية وإدخال هذه المواد؟ هاي المخدرات جاعة تنتشر بالبلد وجاعة تنهش بالشباب العراق منو مسؤول عنها؟ مو قادة ميشيخ معروفين في السيطرة على منافذ حدودية وإدخال هذه المواد؟ واللي حتشاء صحيح بس إحنا نريد ضمضموا ضمضموا البعض إحنا نريد إحنا 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 كشعب نحن شعب لا يستحق إلا الله يهدينا ونحاسب الفازدين ونحاسب المقصرين ونحاسب الإرهابيين يلا نصيرها وادم ولا تبقى أرضنا أرض عشانة دم مع عشانة مي تبقى إحنا ننقلب على نفسنا 24 قلبة وما نعرف ش نريد لكن إذا افتهمنا الصح وين ورحنا ويا صحف افتهمنا الغلط غلطة خماعي يعني رحم الله امرأة عرف قيمة نفسه والمؤمن لا يولدك من الجحر مرتين مليون مرة مليون مرة يا شعب ليش الهند الهند شعبها أكثر من عندنا شقد مليار ومدرش قد هما يعني شقد نتحسبونا على الشعب العراقي يمكن إحنا نطلع عمارة صغيرة عدد سكاننا لون ريدنا حسبها على الهند يعني عدد المسلمين عدد عدد الأمة العربية بلد فقير لكن سوت انت روح اصنع فرستك آني كهند بلد ضعيف لكن انت كيمواطن روح اصنع فرستك أتوقفر لك انه تصنع فرستك تلقاهم بكل شي متقدمين العراقي يروح يتعالج بالهند من قرة عيوننا إذا بلد الحضارات وينك يا حامور رابي ونبخد النصر تلقاهم يقول عباس جيتش تلقاهم يروح نتعالج بالهند مسحينة يعني هند متقدمة دولة متقدمة وحنا دولة أصبحنا ما نعرفش ريد أنس يوسف موجود وينك أنس هياك الله نس أسمعك أسمعك كم ساعة الكهرباء الآن موجودة ببغداد والله تختلف بين منطقة ومنطقة السلام عليكم بالبداية تحية لك زميلي أنور والجمهور الكريم طبعا بين منطقة ومنطقة بين منطقة ومنطقة تختلف طبعا ساعة التجهيز للتيار الكهربائي يعني الموجة بيتصاعد موجة الحار والمناطق الشرقية الجنوبية الشمالية الشرقية يعني أغلبها مفقودة بها الكهرباء بشكل تام يعني اليوم الأهالي يطنعون يناجدون درجة الحرارة حاليا الساعة بالتسعة ونص تقريبا بالليل درجة الحرارة ثين واربعين بغداد بساعات النهار وصلت ثمانية واربعين وثمانية واربعين وخمسين درجة مئوية طبعا الناس دات ناشد وناس دات ريت كهرباء والناس دات تطلب طيب لكن لحد الآن ماكو للأسف ماكو أي استجابة الانتحانات ما للسادس والقم أجليها وراء العيد طلق هذا البيانة طلع أي مضبوط مضبوط تم تأجيلها امتحانات السادس إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك طبعا هذا التوجيه هو من من لا أحد يعلم لربما بسبب تسريب أسئلة الثالث لربما لأسباب أخرى لارتفاع درجات الحرارة خصوصا أنه أكونية بزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية لبغداد والمحافظات بحسب ما أعلنته وزارة الكهرباء يا رجل إذا أجلوها من حارة نهاية السابعة غير قصدك نهاية السابعة وبداية الثامن أكيد أكيد يكون الجو أكثر ارتفاع بدرجات الحرارة لكن أكو نية بتجهيز يعني أكثر رساعات يعني التيار الكهربائي في بغداد وفي المحافظات لربما هذا التأجيل هو بسبب ذلك لحين توفر الطاقة الكهربائية وتشغيل بعض المحطات شن هالأوراق بديك ما تقرأ ليها ما تقولش هالأوراق بديك اقرأ ليها يلا طلعوا عندك يلا سمعني هاي الأوراق يعني قبل قبل أيام رئاسة مجلس النواب أرسلت كتب يعني إلى وزارة المالية تحديدا إلى دائرة الموازنة يعني المتمثلة بأسست طيف سامي يعني هاي الأوراق هي موجودة حاليا أمامك يعني مطالب بها أنه تثبيت العقود تثبيت الإجور اليوميين أيضا تعيينات لكن الرد جاء من قبل وزارة المالية يعني بشأن ما ورد لكتاب نعم والرد جاء من وزارة المالية من تحديدا من ست طيف سامي هو أنه عدم يعني أمكانية وزارة المالية على تأمين بعض الفقرات لكن بعض الفقرات تم تأمينها من خلال قانون الأمن الغذائي اللي طبعا قبل قليل قانون الأمن الغذائي على العقود ما أعرف الشي سموهم دول اليوم ممشوها أو ما ممشوها المحاضرين نعم نعم ممشوها بس نعم تم تمشيتها من قبل وزارة المالية يعني لكن طبعا قبل هايا قبل قليل السيد حسن الكعبي وهو رئيس اللجنة المالية أكد أنه تم التصويت بشكل يعني تام من قبل اللجنة المالية على مشروع قانون الأمن الغذائي وتم رفعه إلى رئاسة مجلس النواب وبعد ذلك سيتم تحديد موعد للتصويت عليه قبل قليل يعني تحدث السيد حسن الكعبي بما يخص يعني وزارة المالية الوقت الوقت رح يرحمني لأنه تعالى التقرير اليوم رايح استطلاع على موضوع الدجاج شت غديت ريقيت غديت دجاج طبعا حكي تشريب مال دجاج تغديت تشريب مال دجاج وتون زميل مخرج مؤثير همين ضارب تشريب اليوم بس خطيئة هذا دكتور علي أسألة شت غديت يقولوا لي والله جابوا لي فخذ دجاج خطيئة هذا على حق الحالة بس المخرج ضارب تشريب مثلك همزين يكادر كله طلع همزين يكادر كله طلع بدجاج ما بيكون واحد نماتي يا حظي يلا شكرا 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 لك أنس يوسف بارك الله بيك باتش نتواصل وياك بموضوع آخر لكن شنو اليوم سوق الدجاج ببغدار خلي شوفي لساحة وروح زميل مخرج المادة الوراق كيلو الدجاج بخمسة دجاج بحية بخمسة كيلو بخمسة كيلو الدجاج بخمسة كيلو الدجاج بخمسة هم عليكم عليكم السلام بخمسة ليش ليش دتسير على كيلو الدجاج غالي ولا أنا ورأي حمداني نفسي عن دجاج غالي اللحم غالي ازدحامات كهرباء ماكو ميتين من الحاضر من بايق الهدد 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 نسأل الحكومة هاي ونده تودي لي فلوس كلها هاي كلها قاعدة على طالبها ما الله ما تلولوا إلى الله والموظف واللي دخلوا محدود قاعدين مرتاحين دولا بيش الدجاج اليوم؟ الدجاج بخمسة واللحم؟ لحم أكوب ستعاش أو أكوب خمسة الفغير شاكل والله بيض بستة أو بسابعة أو بخمسة ما حال يكون شي واحد يبيع سعر كيفي سلام عليكم السلام عليكم حبيب قلبه يا أخوية ذلك عمي كلها حرامية كفي لك الله والله شنو العالمين تجيب؟ تبوق تكتل، تسلب الشعب تعبان عمي خليشوفون كهرباء ماكو عايشين على الله رحمة الله حسب من كلهم هين سبعة الالف ثمانة الالف المنحطة عندي اثنين جالانين المنحطة أجاري أربعمية أجاري أربعمياني مولدين بحشرين، والله شنو ما ناخذ من الدولة غاز ما ناخذ من الدولة بلاية دولة، والدولة يتبوق هم حرامية، حامية حرامية يا با، السلام عليكم شنو اللحم غالي؟ نا اللحم غالي والله كلها غالي، البيض غالي، والدجاج غالي كلها غالية، يعني الفقير الله بس، بس الله واقف له شون ما يشين انتنا؟ الله موجود عايشين، يعني أنا صاحب أربع جال وورايا جال وصاحب، ويوم ١١١٦ دينا وبيتنا بالبيع عقدية بس كراوي من البيع تجي للأعظمية؟ أي دجاج غالي، ولا نار والبيع غالي، نار واللحم غالي، نعم والله احنا ناشد، كل من مسؤول والناشد كل من طيب، هذا الدجاج أب أربع عومية، الجملة مالتا دنبعه بخمسة، أو غالي على العالم والناشد يعني أنور الحمداني نقول لي سوي نصرة حال كهرباء ماكو، ساعتين بساعة ونص ساعتين طفوها، أو ساعة ونص ساعتين لربع يشغلوها، ليلا ونهار لنشوفنا عاشين نصر حال، لا كهرباء، المي يقطعوه، دجاج نار جهنم حتى إذا يريدوني رجعون العالم على الطماطع المقلاية، أمي كيلو بالفنوس، أم غاز غالي وماكو وكيلو بالفنوس مال الطماطع رحم الله وديك والقنانة إيرانية، يالي تجيب الشغلة باستحمل الساعة، انفجته بوجة كتة العائلة شون هالوضعية؟ قعبانة والله بتشتشتغل؟ عمال شقد يدخلك باليوم؟ لوقت متعة عشرة زين، والدجاج غالي كيش غالي؟ واللحم؟ كله غالي بيش شون معايش عائلكم؟ قدرت ربك زين، ما يريدون منك؟ ما يطلبون؟ بسوا، هاي وضعية زين، شنو تناشط؟ شنو تحب تقول؟ مرش فيوش كشي، بدل يوفرونها عمل عمل تقول؟ عمل ماكو عمل هنا بالأعظمية؟ ماكو، كل مكان، العراق كله، المشي مال الجنوب والله مادري، يعني، والله واحد ما تدريش يحط شي، يعني اللحم غالي، الدجاج غالي، البيض غالي، يعني واحد يروح يطلع للشارع، ازدحامات، وقافل الشوارع، يرجع للبيت، كهرباء ماكو، يروح للشاط، الريحة الكريحة مع المجاري، واصلها للجرف، والله مادري واحد شي يقول، واش لو اندقها هاي، والله مادري شو اندقها؟ بقت بس شغلة وحدة او ارجع لزميل المخرج احسن ارجع ل او 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 شكرا يا انسو والله يذكرك بالخير الفنائل الكبير عماد بدن الله يحفظه ولما يكون انا حقيقة شوفوا البعض يتوقع ان انوار حمداني عنده قصدية تجاه فلان وفلانة قبل ايام بالحلقة الاولى عرضت وياكم وثيقة سألت بها سؤال صحفي طبق المادة 38 دستور قلت جاي تم تداولها بمنصات تواصل اجتماعي تخص انه كما يفترض اموال تم الحصول عليها بتقدر 48 مليارات دولار منحة الاحسين المالكي والنائب حنان الفتلاوي حسين المالكي لما كان نائب فسألت هل هذه الوثيقة صحيحة او لا بينوا موقفكم للشعب العراقي سألت الكل طبعا انا اشكر التقنية من اجل السلام لانه بحثت بالموضوع وردت بما يلي يتم تداول عبر مواقع التواصل اجتماعي صورة لوثيقة على انها شكوى مقدمة من قبل بنك المركز العراقي شوفهم بالله التقنية من اجل السلام الى مجلس القضاء الاعلى ضد نور المالكي بسبب قيامه بسحب مبلغ قدره 3 مليارات دولار منحة الاحسين المالكي والى حنان الفتلاوي الحقيقة الكتاب مزيف للأسباب التالية الكتاب معنوا الى مجلس القضاء الاعلى مكتب رئيس المحكمة اي ان المزور قد ناقض نفسه بنفسه اثنين عند الاشارة الى كتب الامانة العامة لمجلس الوزراء فيجب ذكر الدائرة الصادر عنه الكتاب وفي حالة هذا الكتاب فالصادر المذكور فيه هو شينزاي ولا يوجد هكذا ترميز في كتب الامانة وانما يوجد شينزاي لام وهو عائد لدائرة شؤون مجلس الوزراء اللي جان ثلاثة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخ بتاريخ 30-10-2015 الموافق يوم الجمعة والكتب الرسمية لا تصدر ايام العطل الرسمية ايضا يوافق تاريخ 20-11-2015 يوم الجمعة هو اللي تصديق عليه ولا يمكن صرف اي مبلغ ايام العطل الرسمية اربع المبالغ تكتب رقما وكتابة في الكتب الرسمية ولا تكتب مليار ونصف دولار اذ لا يوجد منطق بسحب مبلغ نصف دولار مع المليار دولار علما سبق ان قمنا بتوضيح حقيقة عدة وثائق مزيفة وفبركة يتم تداولها على انها صادرة من جهات الرسمية وعند التحقق منها يتم ملاحظة الكثير من الاخطاء التي وقع بها المزور ارجع لي زميل المخرج اذن التقنية من اجل السلام نشكرها لانه وضحت حقيقة بان هذا الكتاب اللي انا تسألت عنه سؤال صحفي انه هذا الكتاب اذن اتضح مزور وغير صحيح واللي كان المتهمين بير حط صورتهم من زميل المخرج هم النائب السابق حسين المالكي والنائب الحالي حنال فتلاوي ورئيس البنج المركزي السابق علي العلاق اذن هذا الكتاب الذي تسألنا عنه اتضح بانه ارجع لي زميل المخرج كتاب غير صحيح ومزور ولذلك للامانة الصحفية وللمسئولية القانونية والاخلاقية الوطنية التي يحملها انور الحمداني واستوديو التاسعة الاصلم والمزور فاننا نبين هذه الحقيقة للشعب العراقي حقيقة بالحلقة الثانية انا تسألت عن الفساد الذي اتهم به النائب مثنس سام الرائي وخاصة الاتهامات جاءت من شخصية اعلامية عراقية مربوقة هو الاستاذ حسن جمعة كصحف استقصائي ورئيس مؤسسة النهار للثقافة والاعلامة هذه الاتهامات راح نكون بهذا الجزء بمواجهة قانونية مع الاستاذ حسن جمعة حول اتهاماته للنائب مثنى عبدالصمد السام الرائي استاذ حسن حياك الله مساء الخير استاذ انور مساء الخيرات دميمون ان شاء الله لمحاربة محاربة الفساد والفاسدين تطلبنا اعتذار عليها حضرتك لا انا انت تطلبنا اعتذار وما صار مجال اشوفك واعتذر منك ونقلت اعتذار ايضا عن طريق الاستاذ لا انا اعتذر لك انا اعتذر لك على الهواء مباشرة اعتذر لك على الهواء مباشرة عما نشره بحقك في جريدة النهار وكرر اعتذاري امام المل الله يحفظك وانت استاذ عزيز وانشاء الله نبقى بخطوة واحد ولكن انا اليوم ارجوك انا اريد اسألك بالله يعني اعتبر نفسك تحت القسم امام الشعب العراقي ككل ويسمعنا الادعاء العام ويسمعنا مجلس القضاء اتهاماتك للنائب مثنى عبدالصمد السام الرائي في قناة التغيير التابع الاستاذ حسن اكرم زنقنا مع الاستاذ نجم الربع لم تكن سهلة اذا نسمع نخلي نعيدها عيدها زم المخرج بس خلي نسمع الاتهامات اللي جاءت قبل ما نسأل الاستاذ حسن عنها اللي هي الاستاذ حسن جمعة تصريحة المادة جاهزة عندك المادة رقم 12 زم المخرج التربية لوحدة 400 مليون دولار سنويا استطاع بفعل امبراطوري المالية مشترى مقعد في البرلمان طبعا اشترى مقعد في البرلمان وقل لك يا اشترى مقعد في البرلمان لانه صار عدة فلوس قام يوزع كارتونات يسوي نيتش كارتون ويشدهن ويوزع فلوس هذا يعني متنى سامراي على ذنتك ينتفع سنويا 400 مليون دولار كل الأحزاب وكل الكتل السياسية متوزعة بزارة التربية صحيح مدير التربية من الكتلة الفلانية من الحزب الإسلامي من التيار الصدري من غيره من غيره كلها متوزعة لكن مدراء التربية ومديرات التربية مو بالفساد مال متنى مو بالفساد الكبير يعني عقد شركة بين المستثمرين يملكون شركة الفن المرئي الأردنية ومحمد وأحمد وامجد عبدالصمد السامراي إخوان المثنى السامراي وشركة التبوغ والسقار التابعة لوزارة الصناعة والمعادن بعقدة تشوب وصفقات الفساد زي المثنى التبوغ شعليها بالكتب طبع الكتب أستاذ نجم أقفد أشياء شنو علاقة أخوة المثنى شنو علاقة بأقود الطباعة أخوة المثنى أخوة المثنى أخوة المثنى كلهم شركاء شركاء بعدين وطرتهم واستحوذ على كل المطابق واستحوذ على كل الأشياء قيمة العقود أي نعم قيمة العقود التي حصل عليه السامرا من زرات التربية لوحدة أربعمائة مليون دولار سنويا استطاع بفعل أمبراطورتين مالية من شراء مقعد في البرلمان أستاذ حسن أنت الآن أمام الشعب العراقي بيّن دليلك يعني قانونيا المتهم بريحة حتى تثقل إدانت لكن بيّن على من الدعاء نتحدث ومشهد الشكل يقولون قانون متهم من واليمين على من أنكر هذا المبدأ القانون العام الفضل استاذ أنور استاذ أنور راح نتحدث عن كتب رسمية صادرة من أمانة مجلس الوزراء وزارة التربية صادرة من دوائر أخرى من يحتي جزافة يعني أنا راح أحتي لك بإيجاز لا أخذ وقت يعني الوزراء أخذ وقتك أخذ وقتك استعرض كل اللي عندك الله يسلمك أخذ وقتك راح نوصل راح نوصل منه استأذر وصار وزير بوزارة التربية إذا ما شوف ملفات فساد راح نرجع على خضير الخزاعي والهياكل الحديدية المدارس اللي لحد الآن هياكل وإحنا أكو مدارس طينية وأكو مدارس منتنك وأكو مدارس خيام هاي وين راحت الفلوس محة حاسب خضير الخزاعي اللي قلب بوزارة التربية إلى أنه ناس تلطم بوزارة التربية ومن يصلي إلا يخلص بالصلاة يخلص الصلاة لطلع الموظفين هذول هذول الناس اللي اللي يستلموا وزارة التربية يعني ناس موبوئين ناس ما عدهم غير على العراق ما عدهم شرف يعني ما عدهم أنه مبادئ مبادئ اللي حفظ أبنائنا وكرامتهم وتعليم وموات كان التعليم كان التعليم بالعراق كل الدول العالم تجي تدرس بالعراق الآن إحنا ندرس ندرس بلبنان ندرس بإيران ندرس بجيبوتي ما عرف شلون ما عرف شلون تغيرت هاي الصورة يعني ببرى الألفين بأرفين وثلاثة يعني فنجي النوب محمد التميمي اللي الآن بين قوسيهم هاي صفقة الفساد اللي نحش بيهم محمد تميم محمد تميم وقلت تميمي آسف محمد تميم نعم نعم محمد تميم اللي هي صارت بي صفقة الفساد بينه وبين المثنى من الالفين وثلاثة عشر لالفين واربع عشر وانسحبت لحد الآن هذا الامبراطور مثنى السامراي هو يقود وزارة التربية في تعيينه للوزير من الوزير إلى مدراء المديريات ومدراء التربية وكل وحتى يعني الآن الآن هو المسؤول على مديرية المناهج هاي البؤرة الفساد بؤرة الفساد بالتربية اليوم راح نغير المنهج لازم المنهج نغير مدر الصفحة 14 ذكره في صفحة الأولى أنه مدر منه يعني آية قرآنية خلنغير طبعا تغير تغير شنو دليلك أن مثلنا السامر يستحصل 400 مليون دولار بالسنة يا أخي هذا ما يحصلها جوني ديب ذاك اليوم هاي خطيئة هاي وياها ما عادة 15 مليون دولار تدفع أستاذ ومثلنا السامر عند 400 مليون دولار كل سنة أنا أنا راح أقرى لك أقرى لك يعني أكون عندي عفوا كتاب شقد المجلس الوزراء منطي الوزارة التربية ايه اقرأ بالتفسير بل ردس معه وياك ردس مع قانونيا قرر مجلس مجلس الوزراء بجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين منعقدة بالتاريخ اثنين تسعة الفين وعطعش موافقة على قيام مزارة المالية بتأمين مبلغ مقدارة 130 مليار دينار على شكل سلفة إلى وزارة تربية لعادة تأهيل دار النهرين دار النهرين دار النهرين باحة شنو دار النهرين دار النهرين دار النهرين دار النهرين استاذ بس دار النهرين والله بحياتك 3-4 إذا أمو 90% من الشعب العراق ما عارف شنو دار النهرين شنو دار النهرين دار النهرين هي مطبعة استاذ مطبعة مطبعة استحوذ عليها مثل نسام الرأي أو هو اللي بناها مثل نسام الرأي باحة إلى وزارة التربية من 30 مليون إلى 130 مليون دولار شنو 30 شنو 100 30 مليون 130 مليون باحة لوزارة التربية استاذ هي قيمة 30 مليون دولار ومباعة 130 مليون قيمة نعم نعم هي دار النهرين لازم تطبع لكتب المدرسية دليل دليلك أنه باحة دليلك أنه باحة لوزارة التربية استاذ حسن استخدت غير موجودة هاي الكتب ها هاي الكتب موجودة عندي وكل الناس تدري بأنه هي وين تنباعه وسعره شون سعره طبع ما لك كتب وهي كل الوثاقة أنا رسلتها إليك قبل قبل البرنامج قبل البرنامج بس أنا أتشكوا علي أنت صاحب القضية أنت اللي أنا أسأل وأعرضها أنا والله ما أعرف بيها يعني أنا أحكي كيف صراحة أبو القضية يعرف بيها أنت من جاية التهمة يا ساحسن إذن أنت عندك الدليل متأكد منه بس أنا أجع أعرضها والله ما راح أسويها لأن الآن دائما يركضون وراء الحمداني قالوها أنا أريد أسمع منك أريد أسمع منك شنو دليلك؟ والله أنا ما أخاف من واحد ولا أنت تخاف من واحد ولا تخاف من مدروي بس إحنا المشكلة محكم عشر سنين ترى أنا المشكلة عدنا إحنا محكم عشر سنين حبس مشكلة طبعا نعرف بيه محكمة إيه نعم إستاذ آل آل يمع لي ستمائة وخمسين دعوة قضايا في الهوى سوى طيب أنا رديس تقول إلى هيئة النزاهة تفضل هيئة النزاهة مكتب رئيس الهيئة نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على عقد المشاركة مع شركة الوفاق للطباعة المحدودة طبعا هو يغلقون شركة يبني شركة ثانية يأسس شركة ثانية يسجلهم مسجل الشركات تجي تأخذ العقد هم نفسهم على الطباعة هم مثنس سامر راي هذا النازل الوصي الولي السلطان نازل من السمه هو مسؤول على الطباعة يعني إذا هسه يجي إذا ما يطلعون للسك مالته مال الطبع الكتب ويطونه مستحقاته يقولون والله أنا راح أسوي لكم مستجواب أنا راح أمو هذا المدير أغيره هذا مدير المالية أسويه هذا أودي إلى أفلان مكان هو هو اللي يحكم هو اللي يحكم مزارة التربية نعم أجرينا أعمال الرقابة والتدقيق على عقد المشاركة المبرم بين الشركة العامة لإنتاج المستلزمات التربوية مع شركة الوفاق للطباعة والإحالات الخاصة بالعقد للسنوات من تاريخ العقد في 4-4-2011 ولغاية تاريخ انتهاء العقد بتاريخ 3-6-2015 طبعا جدد إلى العقد خمس سنوات ولا زال العقد باسمه طبعا عدة مطابع مال أقاربة بالكراد وعده مطابع بالبتاوين وعده مطابع يعني هو بالأصل مطبعت شي هو بالأصل مطبعت شي الح uhm هو الوائل وهي تشج��� شان لا لا كان هو الرجال فيه بنك تعرف يا بنك كان موجود به ويشتغل بالبنك ما عدا كان شريك يعني ما عدا شيء لامكانية ما عدا شيء لامكانية مطابع معBrid� صحابي ما كان يشتغل في المتنبي كخاف كان بشارع المتنبي لا 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 wetly بالتقرير لا لا بالتقرير طلع ما لأنه شلو علاقة التبوغ بالهذا مؤقتل شلو علاقة لا كارتونات الطباعة مالهية هاي سموها صناعي يعني هاي كارتونة ما تخلي بيه السقائر تخلي بيه المدري شنو هاي مال التبوغ هذا عقد من العقود هو اللي طبعا لأنه هم عدة منفذ إلى وزارة الصناعة هم عدة منفذ يعني طيب أنا أريد يقول ملاحظات العقد طيني الملاحظات طينيها قانونيا أمام الشعب العلاقة فضل وحل الزمين مخدر طيب ملاحظات تخص عقد المشاركة أن التعاقد مع شركة الوفاق عراقية الجنسية ليس لها سند قانوني خلافا للمادة 15 ثالثا من قانون الشركات رقم 33 للسنة 97 والمعدل فقد أجاز هذا القانون المشاركة مع شركات عربية وأجنبية في سبيل الأسعار مستوى الأسعار داخل العراق وتطوير الصناعة العراقية من خلال التعاقد مع شركات رصينة في حين أن الملاحظة أن الشركة المذكورة أعلى الشركة عراقية الجنسية لنعلم أن الملاحظة سبقا وردت في تقريرها يعني التقارير تواليت التقارير على على هذه الشركة مال المثنة وهذا يجددون الملاحظات يعني أن التعاقد مع شركة الوفاق ومن الشروط الواردة في مضمون عقد المشاركة يعتبر عقد احتكاري يعني محتكر الوزارة من وزير الفراشة لا سيما أن الأرباح التي انفقت لصالح هذه الشركة شركة المستلزمات تمثل خمسة بالمئة من مبالغ لحالة والمتبقي خمسة وتسعين بالمئة كان لصالح شركات الوفاق يعني ينفذ خمسة وخمسة وتسعين بتجيبه علما علما أن هذا الملاحظ سبقا وردت في تقاريرها نعم والخاص بالبيانات المالية للشركات العامة لإنتاج المستلزمات التربوية حيث بلغ بلغ إجمالي مبالغ عقود لحالة إلى الشركة أربعة وثلاثون وأربعة مليار وثلاثماء وتسعون وخمسة مليون يعني هاي أنت تحكيلي تقول لي شلون أربعمائة مليون دولار يحصل شلون أربعمائة مليون لا يحصل أكثر من أربعمائة مليون بالطباعة الأمور القانونية لم تقدم الشركة العام من تاج المستلزمات التربوية بفسخ العقد والاستمرار بعقد المشاركة وقيامة يعني خاوة يأخذ خاوة منه عقد ما عقد هو هو يأخذ خاوة يأخذ الفلوس خاوة وقيامة بحالة عقود وزارة التربية إلى شركة الوفاق لغاية ثلاثة ستة تسمعني أستاذ أنوار أسمعك أسمعك أنا أسمعك بس أريد بأسمع اليومة ثلاثة ستة أستعدني أستاذ حسن أستاذ حسن أستاذ حسن خلينا احنا نتنين عدنا رجال قانون خلينا نشتغل صح إذا تسمحني حق أكتب أريد كابشن طلعنا يا زمي المخرجة يا أخوي طلعنا سوي يرحم جدك أريد هسا أريد هسا كابشن إضافة لهذا كابشن يعني كابشن يتكرر إضافة اللي موجود مع المواجهة قانون حق الرد مكفول علي جاء تكتب علي يسمعني يقولي إذا أكتب حق الرد مكفول للنائب مثنى عبدالصمد السام الرائي للرد على وثائق الصحف الاستقصائي حسن جمعة في ستوديو التاسع أريد هسا دقيقة شوفه قدام حق الرد مكفول للنائب مثنى السام الرائي أو مثنى عبدالصمد السامر أريد حسب المساحة اللي عندك للرد على وثائق الصحف الاستقصائي حسن جمعة في ستوديو التاسع هسا حسن يشتغل قانون صحيح يش بعدين جماعة يقول لك أنا دا أقرأ لك ديوان ديوان الرقابة المالية والاتحادية دار التدقيق نشاطات الخدمة العامة كتاب رسمي مو مزور كتاب رسمي مو مزور ما تأرضى بالله خليها على الشاشة ورح للزمين المخرج دعلا لسا حسن يرحم والديك أعرضه وشوفنيها بس التوقيع أو الجهة الإصدار رح للزمين المخرج أي ترفع الصورة بس ترفعها ترفع الوثيقة ترفعها شوي أي والله متفضل هذا الكتاب صادر من أمان العامة شون ديوان الرقابة ديوان الرقابة المالية دع تشيلك بعدين دع تشيلك بعدين على أمانة مجلس الوزراء شمسوية يعني أي تفضل كم تفضل إذا سمعت بس إحنا 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 داريد نكمل نكمل به يقول لهم تقدم الشركة العامة لإنتاج مستزمات تربية في فسخ العقد أول استمرار بعقد المشاركة وقيامها بحالة عقود وزارة التربية لشركة الوفاق لغاية ثلاثة ستة الفين وخمسطعش بالرغم من صدور كتاب مجلس الوزراء ذي العدد اثنين واحد سبعة والمؤرق في سبعة عشرين تسعة الفين ودعش والقاضي بفصخ العقد بسبب بطلان التعاقد من الناحية الشكلية والموضوعية وصدور القرار التمييزي والقرار التصحيحي لمحكمة التمييز بتاريخ ثماني وعشرين ستة الفين واثنعش نعم قامت شركة النهرين العامة للطباعة وانتاج المستجمات التربوية بتوقيع بتوقيع ملحق لعقد المشاركة مع شركة الوراق هم شركته الوفاق والوراق والنهرين وام حسين وام عبدالحسين ما أعرف ما يعني يومي يجيب للشركة وهي الشركات العراقية واللجان التدقيقية والديوان الرقاب المالية يقول لازم شركة أجنبية أو عربية رصينة حسن السؤال حسن السؤال الشركات هذه حقيقية لو عال فيك يعني ليس صحيحة لا لا هي تبديل يعني إلى وجود بالعراق فعلي طبعا طبعا روح سجله مسجل للشركات وهذا يجيب هي طبعا روح سجله مسجل للشركات ويجيب شركة شركة الوفاقح ترقيت فس خوال عقد مالته راح للوراق طيب انت انت تتهمت بأن الشركات الأخوة يعني شركات ومشاركين يعني كلهم كانوا يشتغلون سوى الناس يعني احنا اخوانهم بعد ما عرف انه بالموضوع شنو بس هو كان الشركات ومشتغلون بيا تمام ويتضمن شوف يتضمن مع شركة الوراق الشريك بتاريخ واحس سبعة فينة يتضمن تمديد العقد لمدة خمس سنوات أخرى ولدينا بصدد ذلك ما يأتي جرى توقيع ملحق العقد قبل تاريخ انتهاء مدة العقد الأصلي بسبعة أشهر والذي كان بتاريخ تسع عشرين واحد الفين وتسعطعش على الرغم من بدء اجراءات دمج الشركة العامة لطباعة وانتاج المستجزمات التربوية مع دار النهرين للطباعة التي تم تأييلها بمكان واجهزة ومستجزمات طباعية حديثة لتكون تحت اسم شركة النهرين العامة للطباعة وانتاج المستجزمات التربوية زينا احنا عدنا شركة 130 مليار ليش نطبع بالأردن ليش نطبع بلبنان يعني صير صير استاذ نور ليش قانوني المصدر قاعدهم متنس سامراء قاعدهم وطلع التظاهرات كبيرة جدا من أصحاب الوطابع يعني هو قطع قطع أرزاق العالم قام يودي قام سابعة من ملحق العقد إلى منع الطرف الأول من إبرام ومشاركة أي عقد مع أي طرف آخر في المجال الخاص بعقد المشاركة دون وجود مبرر لقبول هاكذا التزام تعاقدي كونه يمثل قيدا احتكاريا فضلا عن توفية الفرص على الشركة في الحصول على عروض تنافسية بدون عروض لا تجيب لي عرض ولا ما يقبل متنى ما يقبل ما يقبل المتنى على الرغم أن الفقرات تحكي على سنوات الآن حاليا بيستمر له سابقا سنوات سنوات 13 14 15 16 17 18 لغاية هذا العام يعني بعده الآن يروح الوزارة التربية يدام بوزارة التربية هو يدام بوزارة التربية لا يومية يعني يومية موجود في الوزارة يومية موجود يضغط على الوزارة وزارة التربية صرفوا لي مال هاي السنة صرفوا لي مال هذا الطبع صرفوا لي يعني حتى عندي أسعار طبع الكتب يعني إذا تطبحها في غير بطبع طبعا أقل من هاي الأسعار ما التي يطبحها بس لا هو الرفيق المناضل متنى عبدالصمد السابر الرأي اللي اللي بسؤول على وزارة التربية طيب يعني يقول أجمع الطرف الثاني نعم تفضل كمل لا أكمل أجمع الطرف الثاني الشريك بتهيئة المكان اللازمة لزيادة الطاقة الانتاجية للطرف الأول وتدريب العاملين في الشركة إلا أنا لم يتم تنفيذ تلك الفقرات وبالتالي عدم زيادة الطاقة الانتاجية يعني إحنا اشترينا المطبعة مطبعة النهرين اللي سويناها يعني بدون أي فائدة شو تطبعون به أخو شو تطبعون به خليطلع لمدير المطبعة مدير هذا الدار مدير عام هو خليطليني هو متعاقب الأخ متعاقب خليطيني شو تطبعته شو قد طبعته من النسبة ما الوزارة التربية شو قد طبعته الآن تطبعون 80% من حصة التربية في المطابع الخارجية 80% أنتم تغطون 20% طبعا العتبة تأخذ مطابع هتطبع المطابع الأخرى اللي تابعه واللي تضغط على مثلنا السامر راي ضغط كبير يطيح حصة والباقي المطابع لا طيب ساحسن سؤال أنت مستعدت قعد وياه مواجهة والله مويا يعني وين ما يريدني يعني إذا صارت مواجهة وباشرة بينك وبينها مستعد أنا مستعد أقدم هاي الدعوة والله مستعد وين ما يريد مستعد أنت مستعدت قعد قباله وتعرض هاي الوثاق طبعا طبعا السادة المر طبعا طيب هاي وثاق السادة المر هاي وثاق موجودة هاي وثاق موجودة يعني خلنرجع على الوزراء الاخرين محمد اقبال من 2014 ل2018 سواء خليل من 2018 ل2021 وعلى الدليم الآن موجود طيب اريد بدقيقة بدقيقة شو تريد تقول امام الشعب العراق احنا اريد اقول ليش حطمتوا التعليم حطمتوا التعليم بالمدارس الاهلية حطمتوا التعليم انه احنا هسه خلن نسأل استاد انور اريد واحد من المسؤولين من الاخوة بالتيار الصدري باي 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 تيارة باي حزب يروح يزور يعني يدخل الحمامات اولادنا بنين وبنات يعني ما تش مأز انه هذا ابنك يدخل الهذا المكان تش مأز ليش احنا شبيني احنا شبيني ليش هسه احنا مدارسنا طينية لحد الان ليش مدارسنا كواخ ليش مدارسنا خيم ليش الناس تقعد بدون رحلات يا ما عدنا فلوس ما عدنا فلوس الفائض من النفط اقي تعال وين المشروع الصيني المنوزعتوه هاي البناء المدارس الصينيين جبتوهم وين وين طوال الشركات عراقية طوال الشركات عراقية استاد انور مو هم اللي يبنون مو الصيني اللي يبنون لاسف انا استاد حسن اشكرك انا اشكرك بس اريد هذا الملف الكاملة الملف الكاملة باقرب فرصة بس خلا شوف ردود الفعل من الادعاء العام من رئيس مجلس النواب من مجلس القضاء الاعلى ومن هيئة النزاهة ومن السيد مقتدو الصدر خلا شوف ردد فعل اكو ردد فعل يا اخوي نواصل الملف ما اكو ردد فعل والله اخوية اذا الشعب ما يتفاعل انا اش يسوي له اشكرك اشكرك رئيس مؤسسة النهار لثقافة الاعلام الاستاذ الصحف الاستقصائي حسن جمعة للي قدمت اليوم على مسؤوليتك من وثائق متأكد منها وحق الرد انا تاركا لبثنى عبدالصمد لكن انا اقترح انه يقعد بمواجه ويا حسن جمعة وانا مستعدت بالنهاية المواجه ستوديو التاسعة اعداد الشعب العراقي لكم تقديم خادمكم انا ورحمة الله شكرا لكم والسلام عليكم والله وبركاته